اشتركوا في القناة 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 والثانية والثالثة والرابعة من الفوق شنو تختار لي يا سي محمد؟ الدرجة الرابعة 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 لي هو الضو الحمر وستوديو دينا ولا حمر كتشوف راسك في القيمة؟ الحمد لله فرحان بشي اللي تندير اختارت هي الدرجة من الفوق انت مغرور؟ الحاشة لله تايقا تايق فراسك عارف شنو كتقدم وشكو انت تايقا تايقا خديتها من البرنامج من البرنامج خديت تايقا من الطيقة وباقي مآمن بالشي اللي تندير به حتى لو اي واحد يكون ما مآمن بالله انا مآمن به مآمن به ماشي 100% مآمن به 300% فاكين فرق ما بين الغرور والثيقة الثيقة لان الشي اللي تندير مآمن به اما الغرور واللي تتكبرها الناس وتیبنا ل الناس وتفوها ل الناس اما نعتقي لا حاجة أعطا لي ربي اعطا لي انا حاس بيها فتاديني في واحد في واحد المرتبة هي التيق تتيق في راسل وعارف بأن انت ناجم ولا فنان قلت لي بأن أي ناجم قبل هدرت لي كلمة ناجم تعتبر راسك ناجم تعتبر راسك بحالك بحال الفنانين بحال النجوم تعتبر راسك المهم أنا فرحان بالشي اللي تنذيره لأني باقي حاطت واحد النقطة مش بأي طريقة اللي بقيت في الحياة لأني مآمن بيها مآمن بيها ثلث مئة في المئة ماشي مئة في المئة من خلية البرنامج إكس فاكتر قوة ده أقوى برنامج في الوطن العربي وكانه أقوى أصوات في الوطن العربي لم يشي أقوى برنامج وطن العربي كين بزاف البرامج المواهيد كان كبار ولكن الإكس فاكتر كان دولي نسخة دولية كانت نسخة وحدة أدو كل من نسخة كانوا نسخة عربية كين بزاف نسخة أكيد كان عرب أيضل كان دو فويس كانوا نسخة عربية كتير غير إكس فاكتر كان واحد القوة كان إعلاميا كان قوي كانوا لجوري قويين كان برنامج اللو كيان فأنا بصوت كان من واحد من فقير ما كانش عنده درام مش البرنامج واخده لقب فأدو بالنسبالي أنا منسبالي كانت حاجة مميزة إكس فاكتر باقي مؤثر عليك للآن يعني بحالة بقيك تهدر عليه دابتا هدرو أنا وياك هدرتي مع مني ما هدرت عليه دابتا غير تكلمنا على البرنامج قلت لك منين أنا بحتي البرنامج كانت تيقة نحن نتكلمه دابعا والتيقة الكتيرة متى توصلش للغرور لا تيقة مش الغرور فرق كبير أنا عندي مشروع تايق مشروعي وخيفشني أي واحد حاولي يفتشلوك بزاف ولكن أنا بقي مآمن حيث وما عارفين أنا اللي كان الشي اللي كان دير على صح وأنا مآمن به مآمن به لدرجة مشي قلت لك المياه في المياه ولا تسعود وتسعين مآمن بي كلتين مياه في المياه درجة اللولة هو نمت السيطرة أنت موسيطر محمد أكيد لا بستحيل هلشان سيطر خلقنا ربي ضعفاه هلشان سيطر ما كيكونش قرارك هو القرار ولا كان هدر في لانتوغاش ديالك في حياتك ما كيكونش قرارك ما تكونش أنت مقرر القرار اللي كتي متأكد منه اللي كتي متأكد منه نبغي نكون مصر على القرار ديالي اللي ما كتش متأكد منه وخمسين فيه وخمسين مئة لا تنبعد الصفات الإيجابية ديالهات الشخصية هو الحسم الشجاعة طموح والمبادرة أنت طموح بزاف بزاف وفقاش طموح تيكون اكتر من القدرة قدرة ديالك لازم كل شخص من تكون طيق في الشيء اللي عطى الله سبحانه وتعالى طيق لازم يكون عنده طموح أنا من وورا البرنامج تزاد الطيقة كانت الطيقة في البرنامج وتزاد الطيقة وعندي واحد طموح شك شوية الغرورة لا حاشا لله قد لك طيقة في فرق بين الغرور عجبك شوية راسك ماشي عجبني راسك غيب بيديو بيديك حاشا لله ما عجبك شرا لا وهذا هو المشكل لبقى في ناس أنت تقدر تكون طيقة براسك يفكروا أنك أنت حاس براسك لا واحد حاجة أعطى لي يا ربي وعارف قوة قوة ديالها وكان يشي ناس بغيين لديك القوة ديالك وما عارفينها وتي بغيوا يستغفلوا عليها لا لازم نبين الناس أن هذه القوة خاصة تزيد تقوة باش تأكدوا مليون في المئة فهذه تخلم طيقة مستغلة في الغرور قد تكال الغرور وولا أني ما نجي نسلم على الناس ما نصورش مع الناس نتكبل على الناس أما تقيقة لا أنا أعطينا ربي سبحانه وتعالي واحد الحاجة تعيق بيها تقيقة وخا قلت لي بأن أنت في الدرجة اللولة أنا أرجع لك دابا لها الطموح ديالك قلت لي أنت في الدرجة اللولة ثلاثة الدرجات شنو دازعليك فيهم ثلاثة درجات دازعلي داز فيهم العذاب 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 بالزعف باش وصلت للدرجة الرابعة من صغري من وانا طفل من 12 سنة من انت وعندك 12 عام من 12 عام محمد ريفي تعرفوهم زيان في طار البيضاء في المدينة القديمة تعرفوني فينك تخد دام تعرفون كل ما يشوفوني في تلفزيون تعرفوني فينك تخد دام وشنو دازعلي من 12 سنة من انا طفل وانا قرار في مدراسة وانا ندخل عند الأسادة مع الثمانية الصباح انا مشيت مع الجوشة الليل وانا عندي 12 سنة مشيت نخدم في الحوت تنقول لها بالدريجة في المرصة تنمشي باش نجيب الطرفة الخبز اللي والدة ديالي ناش لسانه وتنجي القيسم تتقول للأسادة ريفي مالك فيك الناس تنقول لها أسادة رك تمشي تخدمت بحويش المرصة بعض المرات حويش الحوت تنشي بهم القيسم وتتقول لها أسادة علاش أولدي ما تمولي ما عدناش في الأوس فعدازة علية محمد ريفي من وصل من ربي كرمه تدازع لي الحادات حاقد على ذيك المرحلة أنت لا بالعكس مفتخر بيها عجبك عجباني بزاف أنا ودي المدينة قديمة وأنقولها محمد ريفي معمره في حياته غدي تصنع وخارب بكرمه بقي هو هو ومتي يمشي لمدينة بقي هو هو معمره ما تتكبر عن الناس وخش شركة تقول لك ريفي آه محمد ريفي فين تيكون تيكون في الحفل بروتوكول ورى الحفل تنحيل الفاست حياتا عندي شخصيتين كديرين آ vaccin ساحبين مع بعض ياته أكيد محمد ريفي عندو شخصيتين الفنان والإنسان ومحمد الريف زبق zit إنسان والشخصية الريفي التي تتكلم أي حاجة من قلبه لتتكلم هو الإنسان ومحمد هو الشعب اللي تدخل مع الفقر تلا بلاتي محمد هو الإنسان او الفناني؟ شخصيتين ونا نشري لك دو وختيني محمد ريفي محمد هو النيف محمد هو الانسان اللي يتجلس مع الناس حاليا أنا ما قلش معك محمد ما قلش معك النيف أنا مطلوب عندي محمد دابا مطلب عندك مسيان الذي تكلم له محمد تنتكلمه عادية حاليا أنا تنتكلم معك كذلك محمد ما تتكلم معك ريفي إلا قلت إليك تتكلم معك لا حيث أنا بغيت حيث الحلقة هذا أنا وياك إنسان نفس الإنسان الإنسان وخا شنو دار محمد للريفي شنو دار ليه يعني شنو دار ليه يعني متنفهم تعدي عليه تكرفص عليه أه مين محمد للريفي محمد 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 الريفي عدب محمد لا ما عدبوش الريفي الريفي كرموربي وخلى محمد يعيش مزيان ورتاح محمد والريفي مصلحين بزاف لأنه شخصيتين مفاهمين مزيان تتكون في الحفل بقناع تتسلي الحفل تتولي بقناع الحياة إحنا مجبرين نعيشوها بأقنعة محمد إلا خاص الإنسان يعيشه هو هو حقيقي حقيقي أنا ديما تنقول أنا حقيقي في التلفزيون في حفلاتي في السنقة أنا حقيقي هو محمد الريفي هو اللي في الشارع هو اللي في التلفزيون وليت تتكلم مع كدابا من غير ما نتصنع من غير ما ندخله من غير ما ندخله من ده نفكره من ده نقول دي الله كيت نقوله إحنا أولاد البلاد اللي جات قولها ده بقى ما شبح المرة اللي فاتت من سنين ده بقى كل حاجة أولاد محسوبة باش ما تتكلم على أي حاجة تتكلم بالأدب ولكن أنا مستحيل نغير طبعي اللي تربيت فيه وكبرت فيه سنين مستحيل أنا ندخل معك دابا في الفقرة الموالية في يسأليني دي الله اللي جات تقولها وهاد شي كامل من دابا شوية ولكن قبل أن أمقى معك أنا في دكتلة الدرجات التحت صفات السلبية دي الله هاد الشخصية دي الله هاد النمط والتسرع والعناد متسرع أنت؟ عنيد 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 ومتسرع متسرع في شغلي ما شيف الحياتي كتخلص عليها غالي كتخلص عليها كتر من غالي ما هو القرار المتسرع لخديتي؟ بزاف القرارات وندمت عليه بزاف القرارات خديتي لماذا؟ بزاف بزاف ما نتكلمش على الصغورة أتكلم مورا ربي باش بزاف القرارات خديتي ومتسرع فيهم ما كنت نفكر ما نفكر والعناد كالإيجابي والسلبي العنيد عنيد في شغلي في شغلي تنبغين تقنو ما نبغيش الغلط كما في البرنامج البرنامج اللي كانوا نعرفين الناس أني أنا ما كنت نعس باش نعطيكم الفكرة مأتر ماشي مأتر ماشي مأتر حيث الناس ما كانوش عارفين الكواليسكي باش كانت تمر على محمد ريفي باش نجاح باش يوصل الفينال اترى يجب أن يكون المغلقة ما كشن عس 24 ساعة باش نقول لاختي نغني بيرفكت الأغنية تبقى عندي سيمانة بيني وبينك محمد الريفي لقب كتستاهله استحقه عن جدارة واستحقاق الحمد لله فرحان به لأن الوطن العربي المغريب الحمد لله كانت فرحان به كل خميسة جمعة والبلد الثانية كانت مصر اللي أنا مش مصري كمان كانت تتصوت عليك ودول العالم كانوا تتصوتوا عليك فالريفي أخذ أنت عارف الفينال أنا شحل جبت فيه جبت فيه 60% يعني عن جدارة وعن استحقاق الحمد لله أنا فرحان به نمشي وانويات الفقرة الموالية مرحبا اللي إسأليني مرحبا إسأليني وضيفنا في إحكي الشهرة زاد على غاديو دوزين ودوزين بويما هو الفنان محمد الريفي فهذا الفقرة أسهي محمد عندي ثلاثة ديال أضريفة ثلاثة دلوال اللي بقاولينا من دروش انت اختارتي الدرجة الأولى اللي هي الحمر بقان الخضر والصفر والزرق هتختار لي ضرف واحد ولا بتلاتة نختاروا بتلاتة بتلاتة بقانت هيك تفكر بزيف إسألين محمد هكي هنا ندر في اللولة تختار صفر ولا الزرق ولا أحمر صفر 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 هدرا أسئلة شوية صعب بشي مشكل ما كي مشكل أنا بداو بسؤال اللول هدرت لي علي في اللول الحلقة ايهو كدير علاقتك مع الأم ديالك اليوم باقي كاني المشاكل لازم من ناس عرفة معلومة أنا الأم ديالي مع مروا ما كان عندي معها مشكل لأن الأم ديالي اه وخان باين نتكلم عن الأم ديالي خاسني بسا فاش نتكلم عن الأم ديالي ما كانش المشكل أصلا كش نوقع؟ كان خلاف بسيط بحلا عائلات كاملة بحلا لفامي كاملة من السنتين وأنا النسلي ما عارفينش أني أنا والولدة ده برحنا عامين الحمد لله وكل شي بخير ونشوف الولدة دي أنا مدخدش المغرب عالين 9 عشور والعام مدخدش المغرب ولكننا نشوف الودة كل نهار ونظر معه الحمد لله كل شي ومي راضي عليا وبي خير أنا معروفة عليها مرضي الوالدية أنا مرضي بابا ومرضي مموي أنا الأم ديالي أنا غير أخوت أخوتي الحمد لله كله مع أمي بخير وكل شي ولكن أنا مع أمي غير أنا قلت لك أقسم بالله أنا من غير الأم ديالي أنا ما كيش ما كيش محمد ريفي أصلا ممي متى تكون في صحتها بخير تنكون أنا قوي ممي متى تكون في صحتها ضعيفة أنا تنكون فاشل أنا ضمار أنا تنقولها دائما فمعرفنا رب شكون ستابغ أنا لأم ديالي هي التنفس ديالي هي الأكسجين ممي متى تكون مضحكة أنا تنعيت لهم في التليفون تنقولهم غير ممي تكون بخير أنا عنكون بخير نسوني أنا ممي تكون بخير أنا رتنكون بخير حفلتي مزيال كل شي مزيال ممي متى تكون مريضة تنكون النفاشي الله يحفظها لك الله يتولي عمرك أشنا هو الضرف اللي هتختار ليه أخضر الزرق تيجبك زرق؟ أكيد أي 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 هذا الضرف السؤال الثاني اللي عندي هو التصرفات وخطوات غير مدروسة وغير محسوبة عندك الطيش في التصرفات ديالك؟ أكيد ما ندمتيش على التصرفات ولا ندمتي؟ أكيد أكيد ما كانش محسوبوش كان طيش كان ما كنتيش هتفكر تقول له أكاد ربيج والديا ما كنتيش هتفكر ولكن أنا ضرات ضراتني بداباني خرجاتك الإعلامية ندمتي عليهم؟ أكيد كانت غير مدروسة كانت غير مدروسة لا ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ سبب أنك ما نشبه على شيء شاب عليه أنا تربيت في عائلة محافظة أنا تربيت أه تنغلط وتندركوشي بينه وبين ربي ما نغلطش مع العبد أنا تنعت عرف بيه وتنقوله ما عمني ما غلط مع عبد بينهم وبين ربي تنغلط وتنطلب ربي وتنزيد ديتهم ما كتغلطش أنت مع الناس؟ لماذا أنا؟ لم أتغلط لك حيث حايم واحد يقول كذيفة ما تتغلطش لكي أقول ضميري ليس مستحيل لغلط فيه ولي غلط فيه خاسي مقار نفكر ليس مستحيل أنا نعيس ظالم أنا نعيس مظلوم أنا نعيس ظالم وربي الكعبة أعمني في حياتي ضلمت شي أحد وحسيت أني ضلمت وتعرف لو حسيت أني ضلمت لو حسيت أني ضلمت والله العادي ما ننهس وخان نأخذ عليه طيارة وخان نضرب لي ألف كم هاي باش نقول لي اسمح لي حيث هذه تربيت فيها خرجاتك الغير المحسوبة وتصرفاتك التي يبني فيها شي شوية ديال الطيش وشوية ديال ماكيش العقل وشوية التسرع قلت ماكيش العقل كنت تتكلم من تصحابك الحياة كلها بحلقة كما تتربيت فيها أنا حتى أنا ولو وربكر ما كنت شهرتي ومشيت الليزان تليبيت وتتكلم عادي سبونطاني هاي حياتك ماكيش لانا نجي قدام قدام تليفيزيون ولا قدام برنامج ومدا نتصنع ومدا نبين اندمتي اندمتي أكيد حيث الناس كانوا دوما نواخدين واحد الفكر دا بولت كل حاجة محسبوبة كل حاجة محسبوبة كل حاجة محسبوبة هاي حاجة كانت فعليات تمنى لزان تيريبيو دا بولت قلال تسمعك انتي في برنامج ديال كتنحاول دائما ماكيش ندوس مرات غير في برامج اللي قوية ولي محسبوبة اللي يكون فيها شغلك فني ميكونش فيه كلام بزاف لاني في برات ماكيش نحسبها دا بلا دا بولت محسبوبة من خمس سنين تنقول لك مست سنين الحمد لله دا بولت كل حاجة محسبوبة ما نساش الان تيريبيوت 2016 وداني فوحت السكة وكل شي تقلق مني اه كانت غلطة وانا ماكيش انا كتناوي شكل وطنعتها هدر انا خلطت اه كانت غلطة بالتامن خلاتني مادخلتش مغريب كلت سنين مادخلتش لاني كانوا ناس فهموا فيك ولكن من رجعت رجعت اشنو اشنو شوني تفهم غلط فاش هدرتي في الانتيرفيو في مصر صح انت كلموش هلين صح انضمت يا لدك الانتيرفيو انتيرفيو كان بنسبالي بنسبالي قاعلي مع امورو غيتكلم عن محمد الريفي خلتلي الفرصة انه وتكلم عن محمد الريفي كان وانا غلط فيها صراحة ولا تكتبش ان انا كان مفهوم وتكلمت على الناس ان محمد الريفي جلد البلد في المصر وانه قد عليها وكذا وكذا وكنت بالنسبالي اني انا تسرعت في الانتيرفيو وتكلمت على فنان تنتظر من نوع بتصابت الحويش تكلمت دابا لا انضجتي جدا ما الذي نضيعه في الفرنسيس كمپيره في جونيس ونوغاني ونسجيس ما الذي نضيعه في الحياة ديه أنه إحنا صغار كان ربحوه في النوطش أكيد ما كيش واحد ما تغلطش كنا تغلطو خل الإنسان تعتارب الغلط دياله أنا آه أغلط لأنه نخرجت يسحبني أن الشغراء هادر عادي تكلم عادي والناس يحبوه وتيبغيوه أنا دابلغ كل حاجة ولاتمحسوبة بالملي السؤال الأخير اللي بقى لي في هذا الفقرة هو الاعتزال والعودة ورجعتي قرار الاعتزالته وجاب متسرع جاب الشخصية القديمة ديال محمد الريفي بأنك يتسرع بأنه ما كيدرس شو جامر مرحلة اكتئاب آه مرحلة اكتئاب عشتي مرحلة اكتئاب خطيرة جدا ثلاث سنين شنو قاعد لك لوقت اللي درت لها لوقت اللي جات تسمو وصراحة كانت أصعب فترة مريت على ثلاث سنين بحياتي مريض مجا التسموم ومدرت الأوبراسيون صافي جاتك واحد المرحلة تسمو كليت شي حاجة وسماتك ماشي الناس اللي يسمي لا كليت لا مش الناس سمنتها مش سمن كلي انتهم اي حد حاش ريلا اهه معنا مي في حياتي ما تتهم شي واحد قلت لي انتها حتى اللي كان قاعد يلي ما عملي ما انتتعم آه جات في فترة التسموم ومدرت الأوبراسيون ودخلت في مرحلة صعيبة في ألم مدة ثلاث سنين كل سنين كل سنين كتان حماق فيها كل سنين خرش فيها في الشارع حماق كل سنين كل سنين داست عليها أصعب تل سنين في حياتي كاملة يا كل سنين داست قبل من الفين وعشرين لالفين وثلاثة وعشرين كانت أصعب تل سنين في حياتي لاني نكشف شوها أنا حماق مش عن الطبيب يقولي ما عندك والو وأنا تنحسب ألم كل ما خليت مغرب الحمد لله لندن ريميني برشلونا مادريد مهرب ما خليت هي دولة في العالم كتان حماق تنقولوا ما عندي ألم في بطني تنحسبي متانا بغيش الناس تولي تنشرب دواتك تيقاب مدة تل سنين اللي دوا كان صعب كان صعب زي مخدر باش يخدر لي لألم مدة السنين وانا تنعافر متكلمش على الفلوسي ضاعت ما عنديش مشكيه لغير باش ترجع لي صحتي مشيت 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 ما كان واحد لي ربي يخفف علي فيه ورجع لي صحتي باش مشيت عتامرت باش مشيت عمرها لان فترة اللي كتنت ألم فيها قلت صافي جاني لقى رفضك الدقيقة وبقيت بغي يوالو في الحياة غير يتزال الألم يتحيد مين ذلك الألم تيجي كتان حماق كتبه يامي مشيت العمرها مينشيت العمرها بكيت على ربي من قلبي فكرتي في الانتحار أكيد فكرتي في الانتحار اه كان صعيبة شوي واحد الوقت نقول لك واحد كلمة واحد الوقت تنسن الأيام تنقول اليوم حنموت لا قد تتزاد كل يوم تنسن كل نهار تنقول اليوم غنموت كلنا تنقول اليوم غنموت بالسطوري اللي كتان حاد بالفيديوهات بوجي كي كان بالزاب الحويج فقط الأمل ولكن كت دائما تندعي ربي تنقول لي ربي عارفني أنا قلبي كي دائما أنا مشيت العمر ربي تعرفني حتى ممكن كنتن ولكن أنا ستعرفي معلومة قلت لك واحد الكلمة واتفهميها أنا ما تنغللش مع الناس تنغلت بيني وبين ربي اللي غللت بينه هو ربي تنتبه ونصلين ويقول لي ربي اسمح لي بيني وبين ربي حتى ربيتي سامحا مع العبد مستحيل 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 نقدر نتعصب ونتقلق وكل شي ولكن مستحيل نحسبك أنني ظالمك سامحي لي بزا نقدر نتعصب عليك في شوية رجع نقول تعصبت على هذه البنت عفاك أختي ممكن سامحي لي في البلاسة الرجع نقدر نضرب الطريق باش نقول البنت سامح لي بزا فأني غلط فيك فهد المعاناة ديالك وهد تلت سنين اللي داست عليك في العذاب وفاش مشيتي للعمرة ورجحتي هيا فاش قررت باش ترجع للفن عفتال عش رجعت الفن أنا حاجة وحدة أبقى مقولها دائما لقد رجعت أول حاجة كان عندك ديون للناس خلصت بزا ديالك خليت 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 في مصر خليت ناس فلوس عندها فمين انجلست قلت ناس سن ملايين يجب كل واحد ترجع لي حقه دين ديالك كل واحد خسي وقت فلوس رجعتين الفن باش ترجع ديالك الحمد لله أولا تبصى نقول لك علشان بقال أنا أكيد في وقتا نوقفها دي واخدها مصرع ليها أمم ألي حاجة وحدة لش أرجعت حاجة وحدة هي محمد الريفي كان عنده الصح على قبلة الكلمة اللي رجعت كان عنده الصح أه شكو نقالها أنا رجعت على قبلة الكلمة بغيت 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 واحد الوقت لأن الضغطات اللي لديها وكل شيء وهذا بغيت نأكد الناس أن كلامي كان على صح أن التيقة التي تشيق فيها تشيق فيها بغيت أنا مغرب وماشي المصر وماشي كازا بلاد بس انتبت وجودي أنا محمد الريفي وماشي كان على صح أتشال لش رجعت أنا عندك بغيت تتبت للناس أكيد مجبارين تتبتوا للناس لا حيث في ناس كانت تشكو في موهبتك ماشي تشكو ما عارف ماشي عندوش تلك الشك هو عندو اليقين أن عندك موهب عالك ربي فهو شو ما تبغي يدير تبغي دائما يهبط منك لا ما تهبطش مني أنا أنا بيقول لك أنا كان كلامي صح ونهار تعرف أن كلامي صح نقول لك دائما تقدر نوقف باش كل شي يبقى حتى عامك لأنها هذا والدومين ديانا ما القوان هذا والدومين ديانا نحنا فيه شوية دياله شوية ديالهش شوية وليت أنا خاف نقول شي كلمة والتي كتخاف من الحمد الله العظي ما في الدومين ديالكم زوين زوين كوشي زوين صافي بغيت نيدعيش ياك بليش بغي عن راحة بغيت الراحة وطي بغيت نبيرتحها صافي أمشيونا وياك كينا ولا ما كيناش صافي كينا ولا ما كيناش وضيفنا في إحكي الشهر زاد ومحمد ريفي فهد الفقرة سيموحمد كان عطل ضيوفي بجموعة من الأخبار كي اكدوها لي ولا كينفيوها لي ولكن مني بدين البرنامج لدى باتش حد ما انفالي كوشي كي اكدلي صافي كينا ولا ما كيناش مني نوقع لك تسمم ولا عندك فوبيا من الماكلة كتاكل وشدك الخلعة حاليا اه اه دائما تناكله دائما فوبيا دائما على حكم انك كجداز عالك لسنين دابا كل الماكلة تناكلها تناخذ بعين العتيبارة بش ترني لهم ما تطرنيش فدابا ولت عندك فوبيا بزاف الحويج ما تاكلهمش ولت عندك فوبيا من الماكلة اه كين كتاكل دابا الحمدولله هاد العام بديت راجع للماكلة بزاف ولكن كيناش يحويج ما نقدرش ناكلهم بحل حار بزاف الحويج زيوتا نحاول ناكلها دابا أي حاجة في المقلية لا داكوخ كين ولا ما كيناش عندك فوبيا من الاسانسور اه نطلع في الاسانسور لكن ما يجي تسد عليها تنحس برصي بحل غا نتخنق شو كي خلعك انك التنفس انا كتاكل ما غا نتنفس حي تمسدود عليها كانت عندي فوبيا الطيارة دابا مبقاش الحمدولله كان عندك طيارة طيارة دابا تسع سنين في الطيارة دابا الحمدولله مبقاش وخا كينة ولا ما كيناش فاش كنتي صغير بغتي تحرق دار ديالكو اه كينة كينة كيفاش كينة انا اخويا طوام كينة صغار اه شعرنا العافية تحت النموسية شعرناها وصاعة في الطار كانت كلها تحرق انا اخويا وحاجة تانية درنا البيسين في الطار شدنا الروبينيات كينة ذاك تيو اه وبقينا تنشي ساعة وحنا تنعمروا تدرنا تجاوه تجاوه تلقاوه عمرتوا الدار بالماء اه بحالي تلقاوه خديتوا تيو انت فوق تلقاوه 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 اه شو بغيتوا شو كالهدف ديالكو انا باش نتلاحو زعي ما كنة نديروا ببيسين كنة صغار كلينا في واحد العصا كنة صغار الله رحمه من وليد ديالي الله رحمه اللي رحمه اللي رحمه اللي دائما تنقول اللي عرف ربيني اللي رباني احسن تربية والدي ديالي الله رحمه فض النار واخو كنتي اه باسل من صغرك لا واتش لي ديرتي بغيت حرق الدار وحنا كنا صغار طفولة كمش كنتي بغيت حرق الدار كنو ديرتي وحن تكاد ادنا تمان سنين سع سنين كنو اطفال واشو ديرتي احناش عنا شتنا الوراق وكنا تنشعلوه وكل هدف ديركم وتحرقوا الدار كنا بونا يشوفو العافي وصافي كنوش عارفين واخو بقي كتديرت ليبيتيز اكيد لا لا بستحيل تقولت انا من صغري انا معروفة لي هدن من صغري اه نتعصب اه نتقلق ولكن اللي بسألة الله اكيد فاش كنتي في اكس فاكتر ما بغيتش تغني ما بغيتش تطلع في واحد البرايم كينو لا ما كيناش كينو كيفاش ما بغيتش تغني كيفاش ما بغيتش تغني تغدي بشارك وما بغيتش تغني تصل واحد الوقت تكون عندك عليك الضغط حسيت من نفسي اني عندي مسئولية كبيرة اهه انا كمشاركين وانتلعب على رهية المغرب وكان تيجي كل مرتي كان واحد نرجى واحد الوزير وفراح بيا ويقول للمغرب كل وزد فا يعني اولا تعندك مسئولية كبيرة في كل برايم تيجي انك ساعة السافير يعني تحس واحد البرايم ما بويش نطلع في برايم الرابع وفي برايم التامن المشاركين حسوا اني عندي علاقة طيبة بحلي نقوله مدلل عندي حسين الجسم اه كنت الفتاة المدلل كنت الفتاة المدلل في اكس فاكتور اه ولكن فتاة المدلل الفتاة الشاطر اه كنتي مدلل لانك كنتي شاطر صراحة كان الجسم يعيد في التليفون نكون متافقا على اغني الوحيد يمكن اللي في اللي كوند دا المجاركين اللي كانت يفرد ان الاغنية ديال تولي اغنيها حيط المنتجين يعطي الاغني اللي بغى هو كل مشارك يغنين انا الفرت اني يكون الموال اه اه والاقد تعطي لحسين الجسمية اختاروه هي اللي تكون اللي قال احسن الجسمي هي اللي تكون فحسن المشاركين انني انا كنت مدلل علاقتي مع الجسمي طيبة شحمر مسكين جاب لي الماكلة شارع لي التالفون جديد بكاش عندي تالفون بالزاف الحويج فالمشاركين اكيد كانت غيره شوية حسنت بهم انهم ضغطوا عليها في ذاك الغيره فشوية قلت لجسمي انا ما طلعش نغني ما بغيش انا اصلا لشان غادي ندين انا قاع بالمصرفي رجع لبلادي فهو كان دائما تقولي عندك ريفي طلع اللايف ودير شي شي حركة كان خايف منك تدير شي حركة اه شي حركة كان دائما اكتري في البرايم تامل فمنغنيت كتاب حياتي عين كنت كاعي بواحد درجة كبيرة وقالي غا تطلع واغنيها هنا بشان نشحو بيها وطلع كلاما صحيح طلعنا وكان صراحة نجح صح في الوطن العربي كتاب حياتي عين صراحة شو نقول لك ما خطيش نتكلم عليها بسهف واخو نشو نويك الفقرة المولية مرحبا ليه اول مرة صافي اول مرة وضيفنا في احكي الشهرة زاد على غاديو دوزين ودوزين بايما هو الفنان محمد الريفي فهذا الفقرة كان قول ضيوفي اول مرة شي حاجة عاشوها في الحياة اول مرة حبيتي فوقاش عاقل صغير في الكوليج او الليسي مورا الكوليج كانت عندي تسعتاش لسانة عاقلتي على ال عاقل كيفاش عاود لي مش عاود مش عاود مش عاود اكيد لا تعارف اني جا نحشن في المسائل اكيد لا حبيتي الحب شان كونه صغارتي كون حقيقي ايه مش عاو حش بك الموضوع واخا اول مرة سفرتي بوحدك اول مرة حسيتي بان صوتك واللي غيوصلك للعالم او انا صغير اش حال عندك 14 سنة كيفاش حسيتي حسيتش شي حاجة سوين احسيتش ان في اي فلاصة تشكون مثل تحفل اولا معروض محمد اعافك ديما ينقضوا اصحاب تقولك محمد عافك دينا شي موال كيفتدير شي موالت يبالك فرحة في وجه الناس قلت لدي شي حاجة سوينة سيجي وقت واحد الوقت حيتي تقول لولداتي واخا غلطة انت فلا كعياغ ديالك محمد الريفي فلا كعياغ ديالي اه اكيد غلط اشنو الفرق بين محمد الريفي الدابا ومحمد الريفي اللي قبل الفرق جوش حوج ما تبدلوش فيهم أمام محمد ريفي الإنسان أكيد تخاف الله دائما الحاجة اللي تبدلات حاليا هي الهدوء قولتي هذا أكتر واحد درجة للتسعين في مئة ما بقيش نتعصب اللي بغي يدريش حاجة يديرها في الضومين ديالي أي واحد الله يسأل عليه أنا عندي حاجة تتخصني ديالي مآمن بيها وعارف واحدنا وقت الناس يقولوا كان عنده صح مآمن بيها مش لغرور ثيقة حيث كلامي تتقالف الزنقة من بلادك اللي تيموت اللي تيموت لك الناس وتيموت على بلادي في بلادة الناس أخرى في بلادة أخرى اللي بلدة قوية فنيا تتلقى بصمة كبيرة فاتش يتفرحني وخان شونه وياك الفقرة الأخيرة في البرنامجلية أشقالو سافي أشقالو وضيفنا في إحكي الشهر زاد على غاديو دوزين ودوزين بوايما هو الفنان محمد الريفي كيهمك شو كيقولو الناس؟ أكيد كيهمك؟ أكيد بشوغلي مكدهاش كيلي تيقول بأن كلم الناس ما عندو ما يدير لنا ما عندو في نوصلنا تا كيهمك كلم الناس أكيد وفاش كي هدرو عليك خايب؟ كيقلقوك؟ شو ما أقولك حالكلمة؟ ما كي شي واحد ما يتكلموش عليه الناس خايب الرسول عليه الصلاة والسلام وتقادم الناس وتكلموه عليه بتعلاقة وحشة يعني أنك أنا ليه الإنسان بسيط كيه أكتر حاجة قالوا عليك؟ ودراتك وقلتي ما هذا شي ما كاينش عش كيقولوا علي بحلاكة؟ في 2016 في 2016 كيه قالوا عليك؟ لا مور الانترفيو اي كيه قالوا عليك؟ بغينا يندكرون الناس بأن في الانترفيو كنتي نذكروا عن الناس أنت أنت تتراجعتي إلى هاد الهدرة؟ مشي تتراجعت أنا أنا تنتأسف للناس اللي فهموه غلط ولكن واحد الكلام كان في الوسط الموضوع أنا تكلمت عن الفنان أنا تنتأسف ليش حمرة وخليت لي في الانستغرام وطاقجوش حمراك ساعد المجرد أكيد ساعده يبقى صديق ساعد أن تنتمنى لي إلا الخير وتنفرح لي ورب يشاعد على ذلك ساعد سنة الكبيرة كبير أبا من أبا وكريم الأغنية أبا من أبا وكريم ساعد مجرد عمل نفسه ونجح به وأنا فرحة لي ورب الكعبة كذلك بقول محمد ريفي عنده سطايل خاص به لي قليل في المغرب اللي تنفسه فيها لتي نفسه مشي حاجة مشرفة تنافس شريف مشي أنني مشكل أنا تنقوله تنافس شريف محمد ريفي عنده واحد ستيل دياله اللي في المغرب هنا ما أنقدرش نقوله قليل ما تنفسك جش تشي حد فيه في الوسطيل فلوسطيل ديالك مشي تتكبر حاشة لله أنا تنقول في الوسطيل لقد قمت بها في دول قوية فنيا كالمغرب وكمصر ساعد المجرد هو الولد الوحيد وهذا العبد الطعيف الذي يدعون حفلات في مصر في الولاد نحن نجوش أنا و ساعد المجرد يدعون حفلات و تكونوا ساعد المجرد ماذا كل الفنانين المغربة الموجودين في مصر حاليا؟ لا ساعد المجرد هذا العبد الطعيف ساميرا ساعد جنات ماهيد هذا الربعة و زاد عليهم واحد نسيت الاسم ديالو اللي عزيز عليها كمان القريني عبد الفتاح القريني هادو أم الكينين في مصر بدون مناسح هيقول لي شي حد في مصر أنا أقول لي لا وأنت كدير في مصر ما 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 خشيش نتكلم السوشيال ميديا داري ستتكلم عليها لأنا ما مثلا حمد ربي كمحمد الريفي بحلي في المغرب متيمشي في شارع تيحبوك الناس وتيقولك هيقنيني محمد الريفي تتصوروا معنا و تيحبوك و تيحبوك محمد الريفي عنده كيان في مصر و محمد الريفي تعشقوه بحل بلادك المغرب كمال القوة التي تيحبوك على المغربة مصر كيفاش عرفتها؟ في البرنامج من كانت تصويت من المغرب قوي كانت تاني دولة مصويتة كانت في مصر هذه كشاليش حفلاتي قوية والحمد الله هذه السنة كانت بالنسبة لي قوية حيقنيني نجحت لك؟ نجح صاحق إلا متجاي نجحتين تاوية أكيد أعترف و خادرتي معها مشكلة الله يهديك الله يهديك خلاف سأخير أنت صالحوا مع كل شيء خلاف أكيد أنا عندي تصالح مع كل شيء الحياة مع لي الحياة ما كانت تستحق أكيد و نقدرون باتوا ما نصبحوش و الحياة ما كانت تشهد و الخصام ما صارحي و نتمنى لي إلا الخير إلا لي جدابة و كان عنده أضي و بنفس القوة تهيقنين نحن نشتغل معها حتى لو كان بوشكي من 8 سنين تمنى لي إلا الخير أنا دابت نقولك على نجاحاتك في مصر حيقنني من أكبر وأحسن أغاني نحن نقولك نجاح كان صاحق في مصر و في المغرب الحمد لله في مصر قلت لك هؤلاء الخمسة و هم الفنانين اللي قوية و إلا مجي فنان وأكيد أنا أحترموا وأخلاقه عالية أحترموا أنا أحترموا أنا أحترموا أنا أحترموا أنا أحترموا أنا أقلت لك دار بخوجي يستحق أنا أتنقول إلا أم دار هي يقنيني ليفال خير عليها في كذا في حم البلاد و في مصر أنا أقلتها لك الحمد لله أنا تنمشي لمصر ببراية المغرب في الناس ما تنطلع كانوا فاكري الناس أنني أنا مصري تنقول لهم أنا مغريبي تنفتاخر بمغريبتي قالي أنا في مصر تتلقى شمهور عربي تتصنونك محمد الريفي أنا فرحان بيه و سعد جزي ما قلت لك في 2016 هذا هو المشكل كان سوء فهم وأنا اعتدرت منه مره وجوج و الحمد لله وحطيت الإصطوريات وأنت مع ساعد وتبقى أخ أنا غير الفهم تفهمني كانوا كثير من المشكلة كانوا الفنانين تتسنون منها الغلطة كانوا يتسنون منك كانوا يتسنون منك كانوا يتسنون منك تتكلموا على محمد الريفي ما تقول مظلم أنت؟ أنا فين؟ في المجال الفني لا مظلمش و أخان كل ما مظلمش عندي ما عموني في حياتي ما حضرت راس لحد ما قالت شعلش أنا بره قالت شعلش أنا بره و في بلادي تلموت على بلادي و أنا أأتي بلادي أنا أأتي بلادي أأتي أأتي بالإحترام بحال بره أنا مع مرور ما تشوفيني تلشكي أنا مع مرور ما تشوفيني تطلعت قلت لهم أفاك تطلعوني أنا أتحترم لأن كل فنان خاص يطلع لأن حقه أنا يطلع حقه سيطلع مسكين أواك فنان لأنني لاحس العوان و أخا إلا غنيتي اليوم أغنية مغربية ستقدر أغنيتك المغربية تنجح وتنافس الأغاني فنانين مغربة لنجحين دابا في الساحة أكيد أكيد أو أنت ناجح كثير في المصري لا نجحتها في المغربية أنا أغنيت جوني مار نجح في العالم العربي كنت أغنيت جوني مار تتغنى دابا في العلاسات و كل شيء الحمد لله جوني مار ديال نجاة عتابو نجاة عتابو الحمد لله مع مرة ما ماتت لا خلينا نقش معاك دابا قلت لك جوني مار كانت أغنية قوية إحسالي الشرف أنا نغني نجاة عتابو محمد ريفي من غنى في الأكس فاكتر نجحات نجاح كبير ولا تتغنى أعصدر 8 سنوية تتغنى لأن محمد ريفي استعرفي كل أغنية تتغنى ولا تتغنى في الصوق أنا مبغيتش أن الناس يفهموك غالط يعني لأن أغنية جوني مار يا أغنية قوية قبلو لها من بعد قوية أنا قلت لك أن جوني مار كانت قوية قلت لك أن أغنيت جوني مار لقات نجاح كبير يعني أنا مش رجعتيها أنت لا مش قلت لك لك ما يفهموكش الناس غالا أنا ما قصتش أنني أنا رجعتها للصوق لا أنا قلت جوني مار من أغنيتها نجحت بها نجاح كبير خيبي في المغرب يعني بإمكاني أني نغني مغريبي وتغنات الحمد لله وعود هي قوية وزادت قوات من أغنيتها في الأكس فاكتر يعني أنا مكن لي أنني نفس مغريبي علشان أنا مغريبي في الأخير أغنيتك جامدين جامدين أشنو وقع ليها تحدفات من يوتيوب أه تحدفات تبغيوك المشاكل؟ عزيز عليهم أنت المشاكل؟ دائما نخص تعرفي معلومة أي واحد دائما يكون عليه المشاكل عارفيه إنسان ناجح أنا فرحة لم تتكون عن هذه المشاكل علش؟ لأنك وما قلت أعودوا بلما قلت أنا ما تتشكلش مشكل ما يتصوق لك تحد يخلي الأغنية شاركة غتخليها ما تحيدش في اليوتيوب أه ولكن ما دائما تحيد هنا وترى لك مشكلة هنا وطلع حفلة وتوقف لك حفلة وتأتي هنا وطلع هنا يعني أنك عندك حاجة مميزة وعندك شي حاجة زوينة ناس ستتضغط عليك فيها فأكيد الإنسان ناجح دائما لازم يكون عنده مشاكل ميقول لك شي واحد أما لي غادي ما زوين 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 كيف حاجة غلط؟ سنان كي يحشم؟ أكيد أنا أقدم الناس ما تقدرش نغني وفي حفلاتك كيفش قدير؟ قلت لك الشخصيات يعني هي اللي قلت لك على الأداب عندك انفيصان في الشخصية؟ لا ما عنديش انفيصان في الشخصية يعني عندي شخصيتين 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 الحفلة تنزل تنطلع تنكون محمد ريفي مركز إحساسي تنولي فغيبوبة تانية تكون مفور تنسالي متنسالي تنحيض القيناة وتنرجاع أنا محمد لي أحادي ولكن بحالة كمان نقدرش نغني وخ يال ماذا يقولوا عليك الناس هو غلط من غير قصة 2016 ماذا يقولوا علي الناس؟ بحالة اسمع السلام ماذا يقولوا عليك؟ ماذا تسمعك يقولوا عليك وتقول لا ضل مني بهذا الهدران شي مكاينش يعني سلبي ولا إيجابي؟ سلبي سلبي ما سلبي ما ماذا يقولوا عليك؟ ماذا تسمع في الغيزو السوسيو؟ ماذا يقولوا عليك؟ ماذا أكثر اتهام كيتوجه في حقك هو غلط؟ هو دي 2016 سافي بوحده اه قريبا قلنا تنساه لكن مع موقع تتكلم عشاهدك كنا كل سنين ما خلني ما دخولش المغرب كل سنين لأني جاتي واحد فترات لسنين ما دخولش المغرب لأني كان في المطهوم كان غلط لأني المقصدش لأني الكلام اللي قلتش ما نتكلمش على نتكلمش عليك نتكلم عن الكوتي الثانية كان عندي صح الكوتي الثانية أنا همشي لبلاد و همشي بلدان تانية و أنا ننافس فيها و همقدر تطلع كلامي صح إذا لمشيت بلدان تانية ومشيت للمصر كمان كمغريبي تشرف الأغنية المغريبية في البلاد كمصر كقوية فنين إذا قديت عليها الحمد لله وبالترحاب كبير كمان في كع حفلاتك أه من تترى خلافات كشركات في مصر يعني هاتي اللي تترى يعني أنك أنت مميز يعني كوكت أي حاجة عادي يقولك لا لكن الشركات يقلسوا و يقلسوا في ميتينج و يقلسوا في الشي ما عاج أعني محمد ريفي اللوكي باش نحلو هذه المشكلة و يخلصوا فلوس هنا و يخلصوا باش تدري إلقاء راحتي و الحمد لله تخلص كل شي باش نقاء راحتي تستطيع الأغنية تحتفاد لك أخرى أكيد أبني سبارة كانت ليا ضربة أنا الأغنية طلع طنطن سرعة عشرين ساعة في مصر و توقف رف بلاصة أخذي الطيارة على مدريد و مدريد نزولي المغرب و لم نزلت عالين عام فأنا سأسمعك حصري لأنني أذهب إلى الإنستغرام و فيسبوك و تيك توك و اليوتيوب فكانت بالنسبة ليا أنا ضربة ليا أصلا فأحمد لله تقبلت لك بحل شوية ديبريسون أخذت طيارة فلدك الليلة و مدريد و مدريد نزلت المغربية فش ندوخو فش نضيعو و نزول بلادنا بلادك أنا أقول لكم أبا من أبا و كريه من الكريه المغرب أجمل بلد في العالم و نقولها بياقين لماذا حيث نلفين العالم و عرفنا المغرب عنده قيمة و بلادنا يجب أن نحمد الله و نشكره عليها و أي واحد يريد أن نقول للشباب أي واحد عنده شي حلم يؤمن حتى لي و يشلك العالم كامل شاني يفشني العالم كامل ولكن مآمن بالفكرة ديالي ستوصل بها أنا دي مآمن بها أبا من أبا يقولوا علي مغرور و لا تيق و كل شيء يقول لي أنا أقول لك أنا صحيح حيث قلبي مآمن بي حيث أنا أول كلمة قلت أول كلمة قلت بقي ما عرفش برنامين صح أول كلمة بيش قلت أول كلمة بيش قلت قلت أنا لغير ربح و رب الكعبة و ربي ما خيبنيش و ربحت فدابا بقي عندي طموح أنك تكون مع نجوم الوطن العربي كمغريبي خاس يكون مع نجوم الوطن العربي حيث أنا قدة وأنا كتمن لك توفيق يا ربي وأنا كمان أشنا هو الغلط اللي دارتي ما تبغينيش أن نديره الغلط هو عندك تيقى في شحد تيقى ما كيناش والله الله أخذ عطيه دمك إلا من رحمة ربي إلا اللي تخاف الله نحنا يمكننا ربينا و ربنا و والدينا طربي أزوينا فمتد عطتي قد عطيها كامل و حد نار يقدر يقدر الشيطان العبي و يغدرك فأنا مبقيش أنتق نهائيا إلا حاجة قليل فش كانت تيقى شنو كي يبقى علينا تنضمروا أكيد ضمار لأنكين ناس لم تتخافش الله إلا ما تنتقوش في الناس ما نعيشوش مزيان هيوش هاو تيقى أكيد واحد النار والله العظيم واحد النار غادي واحد النار ضربة إلا ما تجي الدربة ضروري واحد النار مجاش كد العام تدوز عامين تلسل واحد النار ضربة إلا ما نراحي ما ربي إلا اللي تخاف الله لأنك من كنونك أصدقاء ما نقاديك تحتوي وتفارقنا ما نقاديكش ما نقاديك تفارق تنويك لنا صحاب تفارقوا بالأدب والاحترام ما نتفارقوا بالعنف ولا نقاديك بإمكاني نقاديك ما نقاديك ما نقاديك ما نقاديك ما نقاديك أنا أدوني ناس ورب الكعبة من سنين ولكن الدعبة ما نقاديك 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 نقاديك ما نقاديك ما نقاديك ما نقاديك ما نقاديك كان كنا نموت بحلقات و أخربنا بسهل علينا وكرمناه و نمشيه في طيارات و نلسو مع الاسم و نلسو مع الاسم و لكنا أصلي لم يتغير و نلسو معا واحد كلاس كنا قوايا قوايا هذا يدري و دي البلاد و دي الشعب ما يتدوز واحد بوفري تنحس بيه في الحفلة تتولي شخص تاني شخص تاني شخص تولي برواتوكول تتولي محمد دو و أختيني بعد الحفلة المرا الحفلة لم تتخليه؟ لا اكيد اش خلي الناس يتصوروا معاك غير كن واحد ليماشي يبغي كيفش هدخال كيفش هدي كيفش تتسالي تتبدي الفيستا تتحيد الفيستا تتقلست تتقلست هدر عادي وكل شيء عادي كمتي بغيت تقول لي اليوم شي حاجة في الحلقة ما قلتها ليش سهلاة الحلقة بغيت نقول لك شي حاجة ما قلتهاش ليك هنقول لك كلمة واحدة محمد الريفي آمن بشي اللي تقدير واخدر ولي در شكو لي كيدير مشي ما نقولش كنو قلتك مبقاش نتكلم ما انا عارف من كيش لي انا هدار قلت لك كي حربوك مشيتي حربوك ما نقولش الكلمة باش مبقاش ضعيفة قلتلك انا قلتك مع امني ما بنتعيفة مبرزة متاشي ناس حاجة طبيعية اكيد هتعرفهم شكل هما لا اكيد عارفهم لكن ما عملي ما نتكلم ما عملي في حياتي سيسمعون مني حيث مع امني غتشوفيني انا مقول لك ما عملك غتشوفيني حاط الراس لحد الا الوالدي وربي وجلالة المالك الله ينصره ويحفظه لنا وطورنا عمره وخليه صحيحته من غير الناس انا تحتارم جاء الناس ولكن ما عملي نتكلم بحلقه الراس لشي حد حيث كتربي تكربني الوالد الله رحمه وكربتني امي ربتني وشخصيتي هتعرف ان تقاتل وانا مشي لبرة تاندير كياني واندير كمحمد ريفي باش يقولوا هذا الولد كان عنده صح فهد شي ادلف كلها علش انا مكنش في بلادي عشر سنين هتقول لي علش من اللي في السيفال ش حم في السيفال انت ما تطلعش لي صح ما عملكش هنا عييت اه وخا امك خاسك الدير وخاسك في ادارة ولكن ما عمني بايت نبان طعيف بايت نطلع باحترامك بأدبك بحل ستطلع بمدن اخرين نطلع هنا هتقول لي بزاف موزين عنش ما طلعتش ولكن ما نبانش طعيف شكرا لك شكرا لك محمد ريفي شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك بزاف وكانت حلقة زوينة واندي اسمعك حصرية وما دي اسمعتش يحد وانت من الخير لأي فنان وأي واحد في الدنيا انت منه إلا الخير الله يسعى لك كل واحد شكرا لك كل شخص عنده قصته الخاصة والفريدة قصة فيها مسارات شخصية ومهنية مختلفة تفاصيل هذه الحكاية كتشكل جزء أساسي من هويته وكتأثر على منهجيته في الحياة وتبادل في حالة القصص كي خلينا نتعلمه ونتواصله مع بعضنا بشكل أفضل نتلقوا في حكاية جديدة وضيف جديد وقصة جديدة في إحكي الشهر زاد على غاديو دوزين ودوزين بويما وما تنسوش بأن قلوبنا وأدننا تكون دائما صغية لضيوفنا ولن يسكت ضيوف شهر زاد عن الكلام المباح بسلام عليكم